اشتركوا في القناة في نسليم جاءت بالتقرير التالي يبدو أن المصالحة المصرية القطرية التي تأتي تباعا بعد المبادرة السعودية الخليجية الأخيرة ستنعكس على قطاع غزة بشكل أو بآخر حركة حماس المعنية مباشرة بالأمر ترى في التقارب المصري القطري داعما جديدا لوحدة الموقف العربي والفلسطيني رغم أن حماس جزءا من الإخوان المسلمين وقد رحبت الفصائل الفلسطينية بهذا التقارب نحن ننظر بإيجابية للمصالحة المصرية القطرية لأن أي وحدة للأمة العربية يمثل دعم القضية الفلسطينية ونحن ندعو إلى الوحدة عربية لدعم القضية الفلسطينية نحن نعتقد أن ترتيب المنطقة العربية في إطار إعادة انتظامها على أساس أن مصر هي قاطرة الأمة العربية يمكن أن يعزز من مكانة القضية الفلسطينية ويعيدها إلى صدارتها لأن الدول العربية عندما تتعافى يمكن أن يؤثر ذلك على الوضع الفلسطيني بشكل عام ويقدر بعض الكتاب أن هذا التقارب سينعكس إيجابا على القضية الفلسطينية لكن الممكن أن تؤدي مثل هذه العلاقات الأفضل بين قطر وجمهورية مصر العربية إلى انفتاح أكثر على حركة حماس رغم أن حركة حماس من ضوية تحت لواء الإقوان المسلمين إلى أن الواقع الجيوسياسي سيفرض نفسه باعتبار أن حركة حماس في نهاية الأمر هي جزء من المسألة الوطنية الفلسطينية يبدو أن هذه المصالحة المصرية القطرية والتي جاءت كممر إجباري لقطر في ظل انعدام خياراتها وعلاقاتها بالسعودية ودول الخليج العربية إلا أن الفلسطينيين ومن ضمنهم حماس يأملون بأن ينعكس الأمر إيجابا على غزة التي ترزح تحت أزمات كبيرة نفي نسليم الغدو العربي غزة فلسطين من غزة ينضم لنا المحلل السياسي سيد مصطفى الصواف سيد مصطفى أهلا بك حماس علانية رحبت بالمصالحة بين مصر وقطر وقالت بالحرف الواحد أنها رافعة ودائمة للقضية الفلسطينية هل تعتقد أن هذا هو الموقف الحقيقي لحماس أم أنها زخرفة لفظية ليس إلا والموقف يتشكل في الخفاء أنا لا أعتقد أن لدى حماس موقف مخالف للموقف الذي أعلنته لأن حماس عادة ما ترى أن وحدة الأمة العربية هي دعم للقضية الفلسطينية وأعتقد أن قطاع غزة اليوم هو بحاجة إلى من يسانده ويقنع الآخرين بمساندته خاصة أن هذه العلاقة الجديدة ما بين قطر ومصر قد تنعكس بشكل إيجابي على قطاع غزة هذه مسألة نحن كفلسطينيين نأمل أن تكون هي النتيجة الحتمية لما ستسفر عنه عودة العلاقات القطرية المصرية نحن نتأثر صحيح بكل هذه العلاقات ولكن يجب أيضا أن نلفت الانتباه إلى أن هذه المسألة مسألة عادة العلاقات وترميمها بين الدولتين قطر ومصر هي مسائل داخلية لهذه الدول ولكن ورغم أنها داخلية وخاصة إلا أن لها إنعكسات على الوضع العام ليس فقط على فلسطين بل على المجمل العربية أنت هنا تقدم وتقول أن حماس تقدم المصلحة الوطنية على كل القضايا الخلافية هنا سؤال كيف يمكن الفصل بين ما هي القضية الفلسطينية كقضية العرب المركزية والمسلمين وبين الموقف المصري من حماس في ضوء هذه المصالحة يعني التسامي على الجراح والتسامي على الخلافات في سبيل القضية المركزية يعني العلاقة الشائكة ما بين حماس ومصر في هذه الأيام مسألة وقت وأنا في اعتقادي أن مصر ستعيد دراسة الموقف من جديد وأيضا حماس ستعيد دراسة الموقف من جديد لأن التغيرات الحادثة إقليميا تحتاج إلى عادة دراسة المواقف وهذا سيكون بكل تأكيد في صالح القضية الفلسطينية قطاع غزة ليس حماس وحماس هي جزء من الكل الفلسطيني يجب على مصر أن تنظر إلى قطاع غزة من منظور الجزء التابع للكل وليس من منظور الجزء المنفصل عن الكل وهذه مسألة تحتاج إلى إعادة نظر من قبل الجانب المصري في المواقف مع قطاع غزة طيب هنا من يقول من يتهم حركة حماس بأنها تلجأ إلى هذا الخطاب السياسي الناعم وهذا على ذمة منتقديكم طبعا من داخل فلسطين يقول أنها تلجأ إلى هذا الخطاب الناعم السياسي حتى تعرف مصير خالد مشعل المقيم في قطر وبالتالي لحظة معرفة المصير ستكون هناك مواقف حقيقية أو حتى مفاجأات خالد مشعل هو واحد ضمن عشرات الآلاف من عناصر حركة حماس وإن كان رئيس حركة حماس كان في دمشق وترك دمشق وهو الآن مقيم في قطر المسألة ليست بحاجة إلى كثير عناء وليست مشكلة فيما لو وهذا أعتقد لن يكون قد ترك يترك قطر إلى أي مكان آخر هذه مسألة معلومة مكان حماس هو فلسطين ووجودها المؤقت في البلدان العربية هو نتيجة هذا الاحتلال ليس إلا لا خوف على مشعل ولا خوف حتى على المكتب السياسي لحركة حماس أينما وجود هذه مسألة أنا أعتقد هناك حالة من التدقيم لها وحالة من إثارة القلق غير الموجود أصلا لدى حركة حماس وأنا أعتقد أن المسألة أهوى بكثير من هذا الذي يتم الحديث تقلل بشكل واضح من أهمية نقل خالد مشعل ومقر قامته ومن معه خارج قطر إن حدث هذا فعلا هل تعتقد أن محطة مشعل القادمة ستكون إيران خصوصا أن هناك حالة من الغزل الواضح في مواقف إيران والتعامل مع الموقف السوري من قبل قادة حماس تصريح هنا تصريح هناك وبالتالي هذه الإشارات ترجمت سياسيا على حالة من التقارب والتمهيد للخطوة الإيرانية يعني مسألة أن يكون وجهة خالد مشعل قطر عفوا إيران أعتقد هذه مسألة ربما بحاجة إلى تروي كثيرا أنا لا أعتقد أن قطر يمكن أن تتخذ أي موقف باتجاه خالد مشعل ولو حدث أنا أقول لن تكون إيران رغم حالة الغزل كما تسميها بين حركة حماس وإيران يا سيدي السياسة مصالح وعندما تلتقي المصالح تكون العلاقات الإيجابية ولكن صحيح هذا السياسة هي فن الممكن سيد مصطفى وعلاقات كما تطرح الآن ولكن هناك الكثير من قادة حماس في هذه الفترة بالذات يحاولون التركيز على إعادة العلاقات الدافئة مع مصر عفوا مع إيران وتعرف حساسية الموقف العربي تجاه إيران في هذا الوقت بالذات يكشف حماس هي مع كل من يمد يده للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية إذا كان إيران ستدعم الشعب الفلسطيني ماليا وعسكريا أعتقد أن هناك كثير سيكون معها إذا دعم العرب القضية الفلسطينية ماليا وعسكريا حتى تحقيق الدولة أعتقد أن الجميع سيكون محهم لا فرق ما بين إيران وأي دولة عربية أخرى إذا كانت همها أو إذا كان همها هو الدعم المباشر دون أثمان سياسية لا أعتقد أن حماس يمكن أن تدفع أثمان سياسية لأحد في إلاقاتها مع الآخرين سيد مصطفى ما الدليل والضمان أنها لن تستطيع أن تدفع ثمنا سياسيا لهذا الدعم وإيران معروفة دولة براغماتية وأن اتخذت من الدين غطاء لتسويق نفسها هي متهمة بالتمدد في سوريا في العراق في لبنان وبالتالي تسخر كل من تدعمه ليست تدعم بالمجانة أو لوجه الله هذا شيء صحيح أن قلت لك أن إيران تريد أن يكون لها مكانة في المنطقة وهذه مسألة طبيعية أن تقوم أي دولة تريد أن تقدم دعما سياسيا أو لوجستيا لأي جهة أن تنتفع سياسيا لكن الدليل أو الضمان لذلك أن الفترة الماضية عندما أرادت إيران استغلال حماس في الموضوع السوري أو تغيير موقف حماس في الموضوع السوري قالت حماس لا ليس هذا هو موقفنا نحن نتحدث عن موقف ثابت باتجاه هذه القضايا ولن نغير في هذا الموقف حتى لو دفعنا ثمن ذلك وأنا أعتقد أن ذلك كان صحيحا حتى جاء اللقاء الأخير أو ربما جاءت لقاءات قبل اللقاء الأخير وكان هناك فهم للموقف من قبل حماس وتم تأجير كل القضايا الخلافية على أن يكون هناك إعادة ترميم للعلاقة التي فتورت في الفترة الأخيرة وهذا هو الذي كان يجري وسيد ما هو المرتجى والمرتقب والمنتظر من حركة حماس في ظل هذه التطورات الجديدة في حالة فك الارتباط مع قطر محاولة لإعادة العلاقات مع مصر وفق جوانب متوازنة بين مصر وإيران وقطر وكل هذه الدول هذا المحيط للإقليم بالهائج ما هي الرسائلة التي يمكن أن تطلق الآن؟ أنا لا أعتقد أن أحد يتحدث عن فك ارتباط بين حماس وقطر ولن تبني حماس علاقتها مع أي طرف عربي على حساب أي طرف عربي هذه مسألة أعتقد أن حماس تعمل بها بشكل متوازن حماس تتمتع ببرجماتية عالية في هذا المجال وهي تريد أن تحافظ على علاقة سليمة مع كل الأطراف العربية لأنها بحاجة إلى الكل العربي وبحاجة أكثر إلى وحدة هذا الكل العربي لأن بها يمكن أن تحقق مع هذه الوحدة العربية مصالح الشعب الفلسطيني في التحرر وإقامة الدولة ولكن بالنهاية حماس تتبع الأخوان المسلمين ومعروف قصة مصر مع الأخوان المسلمين وبالتالي هذا الشائك الأيدولوجي العقائدي ربما يكون حائلا في أن يكون الهدوء سيد الموقف في هذه العلامة أنا لا أعتقد أن هذه المسألة يمكن أن تتراجع عنها حماس معروف أن حماس حركة إسلامية منذ نشأتها وحتى هذه اللحظة لها ارتباطاتها الفلسطينية أو لها ارتباطاتها العربية والدولية على مصر أن لا يكون هذه المسألة عقبة لأن حماس لا تطالب لأي جانب عربي أو غير أن يغير من أيديولوجيته أو فكري هذه مسألة لا علاقة لها بالعلاقات بين الجانبين هناك انفصال ما بين الإخوان في فلسطين وبين الإخوان في مصر وإن جمعهم تنظيم عالمي هذه مسألة لا خلافة فيها جميل ولكن حماس تتعامل على أنها حركة وطنية فلسطينية إسلامية مقاومة ما دمنا نتحدث عن الوطنية هناك مواطن فلسطيني ليس له ناقة ولا جمل في صفو أو خراب هذه العلاقة مع مصر أو مع إيران أو مع قطر أو سم من تشاء هنا هنا نتحدث كيف يمكن أن ينعكس هذا التصالح هذا التقارب الجديد الخارطة السياسية الجديدة أن ينعكس نفعا على المواطن الغزي أو الفلسطيني بشكل عام نعم هذا هو المأمول من ترميم العلاقة ما بين قطر ومصر خاصة أن علاقة قطر بقطاع غزة وبفلسطين علاقة حتى هذه اللحظة ثابتة وربما يكون هناك حديث ما بين الجانبين حول التخفيف عن هذا الحصار المفروض على قطاع غزة وهذا بدوره سينعكس على المواطن الفلسطيني القابع في سجن كبير فرضه الحصار سواء المصر أو الإسرائيل أنا أشكرك جزيل الشكر سيد مصطفى الصواف المحلل السياسي كنت معنا من قطاع غزة شكرا على سعة صدرك لكل الأسئلة وفي الدقيقة الأخيرة أتحدث إلى السيد سلطان حطاب من العاصمة الأردنية الكاتب والمحلل السياسي سيد سلطان بعجالة وكان من الممول أن تكون معنا من بداية هذا الحوار ولكن يبدو مشكلة فنية هل تعتقد أن هذا التقارب المصري القطري الآن سيلقي بظلال كثيرة تغير من الواقع السياسي في قطاع غزة؟ يبدو أننا لم نوفق في الاستماع إلى رأي السيد سلطان حطاب الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا من عمان يبدو أننا نحسن فنيا قد رافقنا في الاتصال معه على كل حال نذكر بالعناوين وهكذا ينتهي ملفات